توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير لرئيس عبدالفتح السيسي لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحفص الاحتياطي وعلى دعم سيادته الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات بما يسهم في تحقيق العدلات الناجزة وفي هذا الصدد أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن رئيس عبدالفتح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدا لتنفيذ أي توصيات تخرج عن هذا الحوار الجمعي الشامل والبناء وانوها مجلس الأمناء لأنه سبق لرئيس السيسي استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني إذ أوجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيرا من توصيات الحوار حيز التنفيذ هذا وأعرب مجلس أمناء الحوار عن أمله وثقاته في أن تتوصل رعاية رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد به وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطية والذي أحال سيادته توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة ويأمل مجلس أمناء الحوار أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به ترجمة نانسي قنقر